أمير ما بعد كارتيرون طيب موضوع هيكتور كوبر أعتقد أنه هيبقى صعب جدا يعني بناء على كلامي مع مصادر مقربة من هيكتور كوبر فالراجل دلوقتي كل تركيزه على مباراة الكونغ الديمقراطية والمغرب وبالتالي الراجل مش مستحيل ياخد قراره خص مستقبله دلوقتي المفترض أنه حقق المعجزة وصعد هيسيب منتخب رايح كسعالم والزمالك أكيد مش هيستنى كل ده مش المفترض أنه هيستنى كل ده يعني مش طبيعي هي دي النقطة التانية ليه الزمالك مش هينفع يستنى كل ده لأن الزمالك عنده شهر حاسم جدا في مشوار الدوري وفي مشوار الدوري الأبطال الزمالك محتاج أنه يكسب الثلاث مطشات المتباقيين في المجموعة ثلاث مطشات دول من المفترض أنه هم في خلال شهر مارس وعنده مطشين على الأقل في الدوري بدايتهم يوم الاربع ضد فيوتشر فالزمالك بشكل كبير شكل الموسم حيتحدد في خلال الشهر ده فمش منطقي أنه هو يبتدي يتفق مع مدرب دلوقتي والمدرب ده مش عارف هو هيجيله إمتى والله أعلم يمكن فعلا زي ما احنا ما قلنا لو صعد كاس العالم الراجل يشاور دماغه حتى لو كان اتفق ويقولك أنا إلي خلينا ضحي بفكرة أنه نظهر مع منتخب لأول مرة في كاس العالم دي حاجة زي ما اتكتب كده في تاريخه أنه هو صعد معنا بعد 28 سنة غير دي النقطة لا لا أنا قلت كده عشان بس أكد كمان ما أقول أكيد مش هيسيب منتخب الكنغو لو صعد كاس العالم ويجي الزمالك ده مش أكيد مش تعيب من الزمالك ده كاس عالم وغير كده كمان يا كريم هيكتور كوبر بقاله فترة طويلة جدا مدرب منتخبات فالراجل مثلا نفترض أنه برضو ما صعدش مع كونغو الديمقراطية ونفترض أنه كونغو الديمقراطية فسخ وعقده الراجل ده ممكن يبقى عنده فرص مع منتخبات فعلا صعد الكاس العالم يعني ممكن مثلا تونس تصعد لكاس العالم فيكلموه وهم دلوقتي المفترض أنه هم عندهم مدرب مؤكد فممكن يعدوا عقبة مالي يلاقو هيكتور كوبر متاح يقولك والله الراجل ده عمل أداء كويس مع مصر فهكلموه ممكن ما كنتش اهتمامه أصلا أنه يدرب فرق زي ما أنت قلت بالضبط أنا اهتمامي خلاص أنا بشتغل أنه يدرب منتخبات بس ممكن يكون هو بيفكر وده منطقي جدا بالنسبة لسنه وبالنسبة للمكان اللي أوصل له من تدريبات المنتخبات